أفدت وسائل أعلام أمريكية الخميس أن مكتب تحقيقات الفيدرالية FBI أوقف مشتبها به في قضية الوثائق السرية التي تم تسريبها والتي يعتقد أن عنصرا في الحرس الوطني يقف خلفها وقالت الشبكة ABC News أن الشرطة الفيدرالية أوقفت عنصرا في الحرس الوطني الجوي في ولاية ماسا توجس وقبل ذلك أعلن وزير العدل الأمريكي عن توقيف مشتبه به في قضية الوثائق السرية